صدر البيان من شيخ محمد مهد شمس الدين في بيروت نائب رئيس المجلس الإسلام الشيعي الأعلى كغطاء للوفد اللبناني إلى مدريد بعد سلسلة تهديدات من حزب الله كما قلنا كيف تصرفت؟ طبعا رحبنا بهذا الأمر وربما هذا ما شجع أعضاء الوفد بأن يتجرؤوا يعودوا إلى المباحثات بس قلت أن هذا لم يكن معتادا في لبنان لم يكن معتادا في هذه اللحظة ما الذي حدى به إذن لكي يصدر البيانة؟ طبعا وجرى كل شيء على ما يرام ذهبنا إلى المؤتمر وإلى آخرين فعندما عدت إلى بيروت أصريت عند وصولي إلى مطار بيروت بأن أكون بأول زيارة للشيخ محمد مهدي شمس الدين لسمعت الشيخ محمد مهدي من أجل شكره على موقفي ولم أكن أدري ما هي أسباب هذا الموقف الجيد طبعا الممتاز ولكن وذهبت إلى منزله في بيروت دون موعد يعني ذهبين من أجل من الأطار واجتمعت به وقلت له أنني أشكرك وإذن يعني أفاجأ بأن الشيخ محمد مهدي مقتنع تماما ومتحمس لهذا الأمر قال ليه فأنتم تدافعون عن لبنان تدافعون عن حقوقنا إلى آخرين أنتم تقومون بأشرف وأنبل إلى آخرين وإلى آخرين وأثناء الحديث أن يقطع بأنه والعميد غازي أو اللواء غازي قال لهم غازي كان عنه أو قال له فهمت بأنه قال لي أشك محمد مهدي شمس الدين فهمت أنا بأنه عندما كنت أتصي برئيس جمهورية ورئيس الحكومة ربما إما رئيس الحكومة حكى مع السوريين وإما وزير الدفاع وإما رئيس جمهورية يعني لا أدري باعتبار أن السورية هي مشاركة فماذا يعني هذا الكلام يعني أن السورية أيضا تكون بالخيانة إذا كان ذهابنا خيانة فالذهب سوريا أيضا هذا ما قاله غازي كان عنه لمحمد مهدي شمس الدين صحيح يبدو أن هذا ما قاله وهذا ما شجع الشيخ محمد مهدي شمس الدين بإصدار هذا البيان